قالوا انه فيه مؤتمر هذا المؤتمر سيعقد في مدينة اسوان بيكلم عن الاسار بيكلم عن الحضارة بيكلم عن تنشط السياحة كلام كتير جدا جدا فيه هل تلا بريم لو سمحت ما يخص المؤتمر فيه بروشور عندك او حاجة هذا المؤتمر بتنظمه منظمة اسمها او اسم المؤتمر وان افريكا اسمه كده يعني المؤتمر اسم وان افريكا ودول الناس يعني اشهر المشاركين في هذا المؤتمر بتكلم زي ما شايفين كده وكأنه المؤتمر بتكلم عن افريكا الموحدة شكله الجميل وطيف ما فيش اي مشكلة لكن من وراء تمويل هذا المؤتمر هم الجماعة المنظمة اسمها الافروسنتريك او المركزية الافريقية تمو ايه يعني تمو انت عايز تقولي يعني هذه المنظمة او هذا المركز الافروسنتريك او المركز الافريقي ده موجود من زمن يعني موجود من اعتقد ممكن من 50 سنة ولا حاجة في الولايات المتحدة الافريقية في المنطقة اللي فيها العناصر الافريقية اكتر وهم جنوب الامريكي بيدرها مجموعة من انا اسف يعني العنصريين الافريق فيه ناس عنصريين عندهم عنصرية للون او للجنس ذات البشرة ذات البشرة السوداء السمراء منهم فيه ناس فيه ناس متطرفين بيض وفيه ناس متطرفين سود احنا ضد دوت وضد دوت لان احنا المسواه بين الجميع هي الاساس لكن هذا المركز عنده مجموعة من الادعايات او المؤسسة او المنظمة بيقولوا انه الحضارة في العالم اصلا افريقي ما حاجة تشرفنا عمنا مبسطين مع فرق لكن يجي ولك الحضارة المصرية والاثار المصرية دي اثار افريقية والمصرين ما عملوهاش نرجع بقى القصص بقى من البنى الهرام الاكبر ومن اللي عمل كذا لا ده بص على لونه لا بص على شكله لا بص على مين دخلنا في قصص وحكايات ورؤات ليس لها علاقة بالواقع ولا مجرات الاحداث واحنا في غينة عن هذا بالتالي انه الافروسنتريك او المركزات الافريقية عمل مؤتمر وفي اسوان وتقول فيه وان افريكا وطلع فيها هذه الافكار اعتقد ده يعني لا يليق ولا يجب ان يحدث تحت اي ظرف ليه لانه لو احنا رجعنا للناس اللي هم مشاركين زي سولانج ايشي وانتوني براودر الناس دي يا جماعة يعني اتكلموا كلام اعتقد يعني فيه تغريدة قدام حضراتكم اهي تغريدة خاطرة جدا 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 ليه واحدة من الاعضاء في هذه في هذه المنظمة بتكلم اسمها سولانج ايشبي دي دي احدى المشاركات في المؤتمر بتكلم كلام غريب جدا بتقول ماذا عن اهل النوبة وارثهم وماذا عن نزع الملكية وتهجير واستد العالي ماذا عن اغتصاب واستلاء العرب لتاريخ افريقيا والذين استولوا على مصر سنة 642 ميلادية يعني انا ده ده على فكرة تويتا من على صفحتها يعني قدام حضراتكم هي اللي هي سولانجو دي اش بي دي هي اللي كانت بهذا الكلام دي مشاركة في المؤتمر او احد اعضاء المركزية الافريقية اللي هي موضوعنا النهاردة اللي بتكلموا عاملين مؤتمر واعتقد انه الافروسنتريك او المركزية الافريقية والمؤتمر ده لازم بيبقى فيه وقفة اعتقد انه يعني انا تواصلت بشكل او باخر مع وزارة الافرار والسياحة قالوا مناش علاقة بالموضوع وزميل اللي تواصلوا مع السادة المحافظ وقال يعني مفيش منه الكلام ده يعني فهل الموضوع موضوع بيمثل شائعة يعني ده 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 مش حقيقي يعني مفيش حاجة اسمها وان افريقا في اسوان يوم 25 و 26 يبقى مفيش عايزين حد يقول لنا بس انه مفيش او فيه ولو فيه مين اللي منظمها مين اللي وراها وهل اللي منظمها اللي وراها يعرف الكلام ان احنا بنقوله ان هي فيه شبهات لتزوير وتزييف التاريخ والحضارة المصرية والقائمين عليه عندهم عنصرية مقيطة ضد اللون والجنس وغيره وغيره هل هم عارفين لو عارفين يبقى فيه مصيبة لو مش عارفين احنا بنقول ابحسوا الموضوع بس النهاردة الخامسة ولا ستة اعتقد انه علينا ان احنا نكون فيه سرعة لانه انا شفت وتابعت على السوشال ميديا وناس كتير مهتمة بالموضوع وبتكلموا فيه كلام كتير جدا طب بتيجي نقطع عرق ونسى اي حدام وزي بقولوا يلا نخلص الموضوع يعني خلينا نخلص الموضوع لا مفيش مؤتمر والكلام بتاعكم ده كلام ثاني شكرين الحمد لله يا رب لا فيه مؤتمر واحنا ما كناش نعرف وهنلغي تشكرين تمام لا فيه مؤتمر واحنا عارفين وسايبينه اكيد فيه مبررات قولوا انه عليه انا بكلم مين انا مش عارف يعني انا لانه انا قلت يا ايمة المحافظة يا ايمة وزارة السياحة القصار لا طلع ده ولا طلع ده طب مين يعني كده يعني يعني هو مؤتمر شطاني يعني مؤتمر ملوش صاحب اذا كده المؤتمر شطاني ومالوش صاحب فالبلد دي لها صحاب البلد دي لها صحاب بس احنا بنخاف على بلدنا وبنخاف على حضرتنا وبنخاف على تراثنا وبنخاف على اسمنا وبنخاف على نسجنا الاجتماعي لا يمكن حد يعبد فيه ولا الناس ما لحد يعبد فيه انا مش عايزة افور واكبر الموضوع وربما يكونش فيه اصلا واتمنى يعني اتمنى كده انه ما يكونش فيه اصلا مؤتمر يا رب ما يكونش فيه فخليني بس أقول لحضراتكم أن الموضوع يعني عايز جهة ترد علي فيه بس يعني أنا عايز جهة ترد علي فيه في هذا الإطار لأنه أنا قلق مما سمعت ومما قرأت ومما تابعت ومما سألت قلق هل قلق في محله؟ لو ألا إذن حاله إحنا تمام لو مش في محله خلاص بكرة نقول يا جماعة مفيش متابعت